تحياتي جميعا وأسعد الله وقاتكم بكل خير اليوم إن شاء الله حيكون موضوع الفيديو عندنا Trim 3 أو Final Draft Calculation حكينا المرة الماضية عن كيفية حساب Change of Trim وحكينا أنه من الضروري أنه نتعلم كيف نحسب Final Draft ولا يكفي أنه فقط نحسب الترم النهائي بداية نستعرف بس الخطوط العريضة لموضوع فيديو اليوم حنحكي أول شي عن حساب الغاطس النهائي طبعا Forward و Off بعد نقل أو شحن أو تفريغ وزن منفرد بعدين هنتكلم عن حساب الغاطس النهائي للأوزان المتعددة اللي هي Multiple Weight Problems بعد هيك هنحكي عن الوزن أو نحسب الوزن للوصول إلى ميل طيولي معين Even Kill أو Buy The Sairn أو أين يكن أول شي هنأخذ حساب الغاطس النهائي بعد نقل أو شحن أو تفريغ وزن منفرد لما نيجي نحكي عن وزن منفرد بنحكي عن ثلاث أنواع للحسابات أولها طبعا Shifting Single Weight بعدين بيجي عندي Loading Single Weight وبعدين بيجي عندي Discharging Single Weight كل واحدة منهم هنأخذ عليها المثال نشوف كيف الحل تبعها عشان نوصل لمرحلة نحسب فيها لدرافت كيف يطلع قيمته نبلش في Shifting Single Weight Shifting Single Weight لما نيجي نحكي عن Shift بهمني مقترئيسي ألا وهي Longitudinal Center of Flotation وين موجود Longitudinal Center of Flotation لما نيجي نحكي Shifting إما حتكون Ammagehip أو إما حتكون Not Ammagehip في الحالتين أو في الطريقتين كل واحدة منهم إلها طريقة حساب ولكن في النهاية هي بدور حوالين هدف واحد إنه أعرف كيف أوزع Change of Trim بين الغاطس الأمامي والغاطس الخلفي خلينا نأخذ مثال مبدئيا على LCF Ammagehip طبعا لما نيجي نحكي LCF Ammagehip بنستذكر الفيديو رقم اثنين لما حكينا إنه Longitudinal Center of Flotation هي عبارة عن المنتصف أو النقطة اللي بيتمحور حواليها إلى Trim أو هي زي رمانة الميزان زي ما شبهناها ففي LCF Ammagehip رح نتخيل زي ما شايفين إحنا بالرسم هنا رح نتخيل LCF موجودة بالفعل في المنتصف زي ما هو موجود بالرسم ولو أخذنا مثال على LCF Ammagehip رح نيجي نحكي السؤال بيحكي أشب فلوت أت درافت 6.5 أمت 6.8 فورورد وآخر طبعا بيحكي لي بيحكي لي أنه موجودة بالفعل في المنتصف هنا ذكر لي أنه الـ LCF موجودة أميتشيب ولكن في أسئلة ثانية كمان شوي حنشوف ما حيذكر لي أنه أميتشيب أو نت أميتشيب هيعطيني مسافات وعلى أساسها أنا بقيس فترجمت السؤال بيحكيني أنه في عندي 25 طن حركت 45 متر فورورد وعطاني القيم الثاني الـ MCTC وما إلى ذلك حل السؤال زي هكذا بكون جدا بسيط بكون عبارة أول إشي أني أحسب الـ COT بالمعادلة زي ما تعلمنا بالفيديو رقم 2 معادلة الـ COT هي عبارة عن weight ضرب distance الوزن القداش تحرك مسافة وهي بتعبن عن trimming moment على MCTC بالتعويض حيكون 25 ضرب 45 على 111.5 بيطلع قيمة الـ COT الكلية 10 سنتيمتر سباي ذهد يعني كل التغيير اللي صار بالتريم هو مقداره 10 سنتيمتر الآن حنفوت في التوزيع زي ما حكينا قبل أنه عبارة عن توزيع نسبة مئوية بين المقدم والمؤخر فبنقطة 2 حيكون عندي الـ Apportion the COT أو محاصصة الـ COT حيكون بما أنه LCF أميتشيب حيكون بالنص يعني 50% 50% فلما يكون أميتشيب باختصار أنا TA هنا ترمز لحصة الأفت من هذا change of trim كله اللي هو العشرة سنتيمتر فبما أنه موجود بالنص فهذا بيعني أنه الـ COT على 2 حتكون حصة الأفت وعليه بتكون 5 سنتيمتر طبعا بما أنه تحرك للأمام فالـ Aft حيعطيني Reduce by 5 سنتيمتر الفورورد حيكون باختصار اللي هو COT كامل العشرة سنتيمتر ناقص TA لهو الخمسة فحيكون عندي 5 سنتيمتر ولكن هنا حيزيت لأنه الوزن حركته للأمام والخطوة الأخيرة بحسب فيه Final Draft فبكون عبارة عن التدريج التالي بحط Initial Draft و Trim و Final Draft بحط الـ Forward والـ Aft طبعا هنا بحط الـ Initial يعني قبل ما أعمل أي حركة لأي وزن يعني الـ Forward كان 6.5 والـ Aft كان 6.80 قيمة الترم اللي هي TA والـ TF ولكن هنا ما بدخل فيها بالسنتيمتر لازم أحط قيمتها بالمتر وقيمتها بالمتر دائما منقسم عالمية عشان يطلع لي القيمة بالمتر فعالمية الـ Forward حتكون 0.05 حكينا Plus لأنه تم تحريك الوزن ناحية المقدم و Minus للـ Aft لأنه العكسي حيكون فحيكون الـ Final Draft زي ما احنا شايفين 6.55 للـ Forward و 6.75 للـ Aft مثال آخر منوخذه لما تكون الـ LCF Not Amit Shib بحكي للمثال الـ Shib has Initial Drafts 10.25 and 10.15 Forward وعلى التواري وبحكي لي إنه في عندي A weight of 95 tons is moved Aft through a distance of 42 meters بحكي لي Calculate the Final Draft given that length between 100 meters وعطاني طول السفينة وعطاني أن الـ LCF هنا ما حكي لي Amit Shib و Not Amit Shib زي المثال اللي قبل عطاني مسافة من Aft Perbindicular وحكي لي MCTC قيمتها 285 يعني السؤال باختصار بيحكي لي إنه طول المركبة اللي احنا شايفينها أمامنا لهي 100 متر و LCF 48 Forward of Aft Perbindicular فهذا بيعني إنه أنا عندي مش Amit Shib Not Amit Shib فعلى هذا الأساس رح عامل طريقة ثانية من الرسمة اللي احنا شايفينها من لاحب إنه الـ Aft حياخذ 48% من 100 اللي هي طول السفينة والـ Forward حياخذ المتبقي اللي هو 52 من هاي الميت متر لطول السفينة وعلي يكون الحل بنفس المبدأ بأول إش بحسب COT بعدين بحاصص الـ CUT للـ Forward والـ Aft وفي الآخر بحسب Final Drive زي ما احنا شايفين في الخطوة الأولى COT بما أنه Single Weight بستخدم المعادلة مباشرة WVD على MCTC فهو يكون 95 قيمة الوزن ضرب 42 distance على 285 فبتطلع change of trim الكل اللي صار عندي قيمته 14 سانتي ضايدة ستر لأنه حركنا الوزن إلى الخلف في الخطوة الثانية من قسم أو من حاصص قيمة COT بشكل كامل TA بتكون عبارة طبعا هنا أنا تعمدنا نأخذ مثال طول السفينة 100 يعني هذه ليست معادلة وإنما استنتاج فقط لغير بس عشان نحكي لكم النقطة التالية حكينا قبل شوي أنه المؤخر سيأخذ 48% كنسبة مئوية ولكن من وين جايب هذه النسبة النسبة من موقع LCF نفسه مقسوما على طول المركب عشان يطلع عندي نسبة مئوية وأضرب ها بعدين بالCOT عشان يجي يحكي أنه حصة الأفت هتكون 6 و 7 سانتي ميتر لكن إذا كان عند المركب ليس 100 مثلا كان 120 أكيد مش هتكون 48 بالمئة فهتختلف النسب فهاي هي عبارة عن استنتاج بس للكلام تبع النسب أنه أنا بحط مكان LCF على طول السفينة وبضربها بالCOT عشان يطلع لفي النهاية قيمة الحصة تبع الأف وعليه طبعا الForward بيكون هو عبارة عن COT ناقص الترم للأف وبيكون 7 سانتي ميتر طبعا هنا مباشرة بنحول لمتر عشان بس نفوت بالفاينل درافت نحط الأرقام زي ما هي طبعا أنا هنا حطينا زائد لأنه الوزن تحرك للخلف وهنا حطيت منس لأنه عكس تحريك الوزن فبحسب الفاينل درافت بنفس الطريقة بحط أول إشي عندي و الترم و فاينل بحط الابتداء اللي كان عندي قبل ما أحرك أو أشحن أي وزن وبحط قيمة الترم مأخوذة من هنا ناقص للفورود وزائد للأف وبكون عبارة في النهاية قيمة الفورود 10.177 والأف 10.217 م الآن نروح بعد ما خلصنا الشفتنج الشفتنج يعني للسينجل ويت باختصار كل الأسئلة بتيجي بهاي الطريقة يعني ما في أي شيء ثاني ممكن نضيفه عليه نأخذ الآن اللودي والدسجارج برضو للسينجل ويت في السينجل ويت شوية الأمور بتختلف لأنه في عندي لازم أحط بعين الاعتبار السينكيج والريز معادلة السينكيج كله نذكرها كانت تحكي سينكيج أو رايز بالسانتيمتر تساوي ويت على تي بي سي أو هو عبارة عن الغمر الكلي لبدن السفينة أو الصعود لبدن السفينة يعني أنا لما أشحن وزن أو أفرغه ما بتوزع زي سي وتي أمامي وخلفي وإنما يا أما كل البدن ينغمر أو كل البدن يصعد من الماء فلازم أول شيء يأخذ when loading or discharging the effect of buddly sinkage or rise must be taken into account نأخذ مثال على هذا المثال يحكي كالتالي في عندي 100 متر in length floats at draft طبعا نحن دائما نأخذ 100 متر بس للتسهيل بس كمان نأخذ أطوال ثاني 120 مثلا الـ 150 طن في عندي وزن قيمة 150 طن loaded أعطاني موقع شحن الوزن زي ما منلاحظ في المواقع الطولية دائما المرجع تبعنا الـ perpendicular فهون الوزن يبعد أو شحنته في موقع 20 متر forward of perpendicular ويحكي given that TBC is 15 and MCTC is 150 وال LCF 45 متر forward of perpendicular طبعا بنظرة سريعة بما أنه اخرنا برضو مية الـ 45 مت ام 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 بس دعنا نفهم السؤال وماذا قصدويا سؤال بيحكي لك انه طولها 100 متر حطيت وزن هذا الوزن كان يبعد عن 20 متر forward of perpendicular و LCF كانت موجودة 48 متر forward of perpendicular في load وفي discharge تضع في بالك انه معادلة COT اللي هي بتساوي WFD على MCTC الدستنس هنا بتختلف عن shifting الدستنس هنا بتكون عبارة عن المسافة ما بين موقع الوزن نفسه وما بين LCF اذا هاي بتعبر فيها عن الدستنس هذا الفرق الوحيد بالloading و discharge اضافة لموضوع sinkage وال rise طيب وخلينا نشوف الآن حل السؤال المذكور في هاي باننا موضوع sinkage لازم sinkage اول اشي نحسبه طبعا السinkage معادلته المعروفة اللي هي wait على TBC من خلالها منطلع قيمة السinkage اللي هي 150 على 15 فبطلع عندي قيمة السinkage 10 سنتيمتر او 0.1 ميتر طبعا قيمة السinkage هنا بتكون على جسم السفيني كله على عوابدا السفيني كامل ما فيها forward و after اما COT اللي نحسبه بالخطوة الثانية والثالث والرابعة طبعا خطوة اثنين من ثلاث واربعة هي نفس الخطوات السابقة احنا وضفنا بس sinkage فقط لغير كضافع للحل ومنكمل عادي طبيعي الان منكمل منحسب COT اللي هي WVD على MCTC وبعدها منحكي وابتكون كالتالي 150 على 45 20 على 150 وبيطلع عندي 25 سنتيمتر الان منعمل apportionist نوزع قيمة COT على Aft وال forward الافت بتكون LCF على L-Infet WVD 45 في 25 فبيطلع عندي 11 و 3 سنتيمتر أو 0.1 و 3 متر التيف بتكون باختصار COT ناقص trim الافت اللي هي 25 ناقص 11 و 3 و بيطلع عندي 13 و 7 سنتيمتر الآن مباشرة منفوت بحساب Final Draft هنا بكون في عندي Initial Draft و منضيف Syncage هنا منضيف Syncage على Initial Draft يعني بحط بنفس الخطوات السابقة قيمة Initial Draft لل Forward وال Aft وبحط قيمة Syncage على Forward لل Aft بالتساوي يعني بدي يكون عندي 0.10 0.0 كلاتهم Plus اللي Trim بكون بنفس الخطوات السابقة Minus بال Forward لأنه تحرك لخلف و Plus في Aft وبكون عمدي Final Draft قيمته 6.693 meter و 7.013 meter لل Aft خلينا الآن نأخذ مرحلتنا الأخيرة اللي هي Multiple Weight كيف نحسب لـ Multiple Weight أو Final Draft مع مجموعة أوزان المثال بحكينا نأخذ 120 meter in length Floats at Forward 6.24 والAft كان 6.36 والألسل بحكي لي أنه قيمته 54 meter Forward of Aft Berminducular هنا نحط طول أكثر من 100 عشان نبين معنا موضوع النسب TPC كانت 14 2 MCTC كانت 117 و Following Cargo is War Load 120 طبعا هنا كل وزن Load أو Discharge يعطيني الموقع نسبة إلى After Berminducular فالأول 120 10 68 86 80 Discharge 32 22 48 60 Forward of Berminducular ويحكي لي باختصار احسب لي Final draft إذا بنذكر في List كنا نعمل دائما جداول للمultiple ويت وفي Final KG كنا نعمل دائما جداول في Trim سيكون بنفس الطريقة دائما في المultiple عندي جداول في المرحل الأولى لازم أحسب قيمة أوزان والmoment وكل الأمور اللي بتلزمني فبعمل الجدول زي ما احنا شايفين بحط أنا أول إشي الوزن الويت بعدين بحط distance from LCF وبعدين بحكي عندي head moment و stern moment في عندي يعني خلينا نحكي الجدول شبيه بتبع List اليمين والإشمال ولكن هنا بكون عندي أمام وخلف بحط الأوزان زي ما هي 120 68 36 38 هنا من أنتبه على الشغلي أنا مش عم بحط الأرقام اللي كانت في السؤال الأرقام هنا قاعدة بتختلف عندي زي ما احنا شايفين لأنه هي هنا عبارة عن المسافة ما بين الوزن وما بين LCF لو طرحناهم هيطلع الرقم أو الأرقام اللي موجودة عندنا في هاي الخانة ومنكمل عاد ضرب لكل قيمة على حدة 124 أنا حطيتها لأنه كانت لود للخلف هنا بحط على المقدم لأنه كانت لون في المقدم وهنا بحط العكس هنا أنا كان عندي من الخلف فبحطها على الهيد بنفس مبدأ الليست و48 بحطها لأنه كانت عندي من الأمن بحط المجموع كامل بين الهيد والستير وبعمل الفرق ما بينهم وهو 2240 له قيمة المومنت الفرق ما بين الهيد والستير الآن ببلش يعني أشتغل في نفس الخطوات اللي أخذناها قبل شوي في لول والدستجارج و ببلش أشتغل سينكيج وتوزيع حصاص سينكيج وبعدين بحسب هنا أنا عملت الجدول فقط عشان أخذ هاي القيم بدي قيم الويت كاملي عشان أدخل في معادلة السينكيج ومنلاحظ هنا أنا ما حطيت لسبب أنا بحط بس الأوزان عشان أعرف لو طلع عندي بلس فراح أستخدم سينكيج معناته في أوزان زيادة لكن لو طلعت عندي ماينس فحتكون رايز فحستخدم رايز هنا الأوزان من غير ماينس هتكون فقط إنها رايز إنه الملكب هتطلع لفوق مش هتنزل لتحل فالجدول هذا أول استخدام إليه إن استخدم الويد في السينكيج زي ما نستخدم المومنت هنا كمان شوي في حساب السينكيج وعليه بتكون السينكيج اللي هي 104 على 14 واثنين فبطلع عندي 7.3 سنتيم أو 0.073 ميتر الخطوة الثالثة بحسب السينكيج تريمينج مومنت تريمينج مومنت هي معناة WVD إذا 19.3 سنتيم با السينكيج طبعا بنفس الطريقة أنا حطيت با السينكيج لسبب أنه المومنت كانت عندي المومنت الخلفية أكثر من الأمامية لهذا السبب أخذت إشارة الاستعمال الآن بقسم الحصاص للسينكيج بنفس الطريقة 54 على 129 وثلاث وثلاث وبيطلع عندي 8.7 سنتيم طبعا هون زي ما احنا شايفين أنا عشان هيك حكينا على هذا الاستمتاج أو هاي المعادلة هي مش معادلة ولكن هي نسبة مئوية زي ما كنا نحكي بالكوف عشان تذكروا نسبة شيء إلى شيء هنا نفس الشيء نسبة الالسياف إلى الامث بين بربن ديوكر عشان يطلع النسبة مئوية أضرب ها في COT وعرف قديش حصة الآفت منها زي ما احنا شايفين طلعت الثمانية وسبعة سانتي ميتر أو 0.087 ميتر وعليه بتكون TF-COT ناقص TA ويتكون قيمة 19.3 ناقص ثمانية وسبعة وبيطلع 10.6 سانتي ميتر طبعا راح اضيف الاستير وأطرح من الامام زي ما شفنا قبل شوي في المومنت بحط مباشرة كامل كلها بتكون plus لانها سانتي لو كانت رايز كلها تكون minus ما في عندي توزيع هنا في الامام والخلف وبيكون عندي المنز على الافت فبتكون قيمة 6.207 متر و6.520 على الافت هي كم يكون غطينا المطاليب في فيديو اليوم ان شاء الله تكون معلومات قيمة للجميع ونراكم في لقاق بإذن الله السلام ترجمة نانسي قنقر